النقطة الإجابية اللي عايز أركز عليها ممكن الناس تقولك بس أنت معنكش منظومة هجومية ما بتجيبش أهداف وبيعني إيه في بطولة كاملة زي دي بتلعب سبع مطشات جبت أربع أهداف آه المنظومة الهجومية محتاجة تطوير بس عايز أتكلم عن نقطة إيجابية المنظومة الدفعية عندك أفضل شيء في هذه البطولة بنتكلم على سبع مطشات ما دخلش مرماك إلا هدفين سبك للمباراة غينية بيسوي مباراة السودان هي مباراة يعني في المتناول بلغة الكورة لكن انت لعبت نيجيريا لعبت الكودفور لعبت الكاميرون لعبت المغرب لعبت السنغال هاتل منتخب في الدنيا لاعب في كاس أمم إفريقيا المنتخبات دي في خمس ست مطشات وقدر يقف على رجليه ويكسب المطشات دي كلها ما حصلتش قبل كده لكن قدرت تعمل ده فمن ضمن الإيجابيات عندك منظومة دفعية مميزة تبني عليها انت بتلعب مع منتخبات مصنفة على فكرة منتخب مصر اسمه أكبر من كل المنتخبات دي بس أنا بتكلم كان أحيا فنية في المباراة في البطولة دي وانت داخل على هذه المنافسات محدش كان يتوقع أي شيء إيجابي في نتائج المنتخب أقصى حياة كانت كل يتوقعها دولة 16 دولة 8 لكن منتخب مصر قدر بالروح والعزيمة والشغل يوصل لمرحلة المباراة النائية فالتنظيم الدفاع مميز طب إيه كمان الأسماء الجديدة اللي ممكن نتكلم عليها فيه خبرات دولية للعيبة لازم نمسك فيها بأيدينا وسناننا ونبني عليها ونديها دفع قوية محمد أبو جبل إمام عشور بتكلم كمان عن فتوح عمر كمال عبد الواحد مهند لشين محمد عبد المنعم بنتكلم عن خمس ست لعيبة كانوا أول مرة يشاركوا في منافسات زي كاس أمم إفريقيا وبيلعبوا مع منتخبات زي ما قلت الأسامي اللي قدتلكوا عليها دلوقتي بنلعب قدام نيجيريا بقى أبرز نجومها بنلعب قدام السنغال بقى أبرز نجومها اللعبة دي لعبة محلية بتلعب في الدور المصري فبرضو المقولة بتاعت الدوري غير الدولي خلاص بقى ننسى بقى الأكلشهات القديمة دي ونبدأ نركز في المرحلة اللي احنا وصلنا لها عشان نبني على الجيل ده خدوا بالكم الناس بتقول انت بتتكلم الأسامي اللي انت ذكرتها دي انت بتتكلم عن حوالي أربع خمس أمي بلعبوا في ندي الزمالك أوكي بس احنا هنا بنمثل مصر بنتكلم عن منتخب مصر ده منتخب بلدنا نبني على الحالة دي يا جماعة عشان ما نديش فرصة لأي حد كان بيستغل الترندات السلبية ويعمل حالة شحن بين الأهل والزمالك ونرجع تاني لنقطة السفر اللي كنا عليها قبل كاس أمم إفريقيا دي من النقاط اللي عايز أتكلم عليها لاني دي نقطة مهمة جدا نبني على ده